وكان عدد من ابناء اتهامة دعوا في مؤتمر صحفي ابناء المحافظة الى استقبال مسيرة الغذاء والدواء لكسر الحصار المفروض على الميناء وإيصال الرسالة للمجتمع الدولي برفع الحصار عن اليمن وإيقاف العدوان السعودي وتهديداته باقتحام ميناء الحديدة صف واحد جسد واحد ذاكما جسده ابناء محافظة الحديدة في مؤتمرهم الصحفي الذي دعوا من خلاله كل ابناء اتهامة الى استقبال مسيرة الغذاء والدواء نعلن ترحيبنا ومساندتنا للمسيرة الغذائية لمسيرة الغذاء والدواء التي انطلقت صباح يوم عمس السبت من عمام مبنى العمم المتحدة بصناء الى ميناء الحديدة ابناء محافظة الحديدة اكدوا ان ميناء الحديدة ملك للشعب اليمني كافة رافضين دعوات العدو السعودي للاشراف عليه كون القوانين والمواثق الدولية لا تسمح بذلك محذرين من اي محاولة تسعى لاستهداف شريان الحياة الاوحاد المتبقي لملايين اليمنيين هذه مبادرة ومسيرة زي ما تقول رحيمة ومسيرة سلمية تنفع كل يمني واعتقد ان المسيرة هذه ما بتكون هي المسيرة الثانية بتكون مسيرة ثانية وثالثة وراء اعتقد حتى تنظر لنا الامم المتحدة ابناء الساحل الاتهامي اكدوا رفضهم القاضي على اي انتهاكات تطال وطنهم وشعبهم يحيل هادية اليمن اليوم صرعا دعوة اشتركوا في القناة